لم يكن المسلمون فقط بل جاءوا من أديان وأعراق وثقافات مختلفة إلى مسجد فنسبري بارك للمشاركة في إفتار رمضاني وتذكر الهجوم الإرهابي الذي أدى في العام الماضي إلى قتل شخص وإصابة ثمانية آخرين عنصري دهس مصلين عائدين إلى منازلهم في رمضان وقتل مكرم علي نود أن نشكر الجميع على دعمهم ومحبتهم لنا ونتمنى أن يستمر ذلك ادعو لنا دوما شهادات مؤثرة أعادت أذهان الحضور إلى أمسية الرابع والعشرين من رمضان الماضي حين أقدم المتطرف اليميني دارين أوزبرن على دهس راجلين أمام المسجد بعد صلاة التراويح ولم يلبث أن وجهت له تهمة الإرهاب قبل أربعة أشهر فقط حكم على أوزبرن بالسجن مدى الحياة ما حدث في العام الماضي كان شنيعا وكان هجوما إرهابيا أراد مرتكبه زرع الرعب وطريقة تعامل المصلين حينها مع الحادث تحسب لهم بفضل حرصهم على القانون وعلى مثول المعتدي أمام العدالة أنا سعيد جدا بكل الذين أتوا اليوم لتذكر حادث العام الماضي المأساوي والاحتفاء بالتلاحم الاجتماعي الرائع الذي نشهده هنا هذا الإفطار الجماعي في رمضان هو رد على ذلك الهجوم بلم شمل الجميع وتقاسم الوجبة ودعوة جيراننا إليها الإفطار كان في الشارع ومفتوحا للجميع وأجواؤه كانت مفعمة بالاحتفاء بالتآذر الاجتماعي الذي نجم عن اعتداء العام الماضي دون أن يفرق بين الأعراق والثقافات والديانات المختلفة التقيت في هذه الأمسية مع بوذيين ومسيحيين ويهود وسيخ وكلنا موجودون معا هنا في العام الماضي تعرض هذا المسجد لهجوم والآن انظر إلى هذا التآذر كل سكان المنطقة تجمعوا هنا أغلبية الناس يريدون العيش في سلام وانسيام والعمل معا مع احترام الاختلافات الموجودة بين الجاليات منظر كهذا يلخص حجم التضامن الذي تل الهجوم الإرهابي الذي وقع هنا ذات أمسية رمضانية العام الماضي ما يلخصه هذا المشهد هو النقيد التام لما كان يأمله منفذ الهجوم علي وجانا الحرة من أمام مسجد فينسبيري بارك لندن ترجمة نانسي قنقر